اشتركوا في القناة 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله وما تضمنه حكم المحكمة من حيثية تاريخية غير دقيقة خارجة عن السياق ودع المجلس الوزري في بيان صادر عن الاجتماع الحكومة العراقية لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات وأكد المجلس أن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن 833 كما تم بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللقاءات المقرر عقدها مع عدد من وزراء خارجية الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإضافة إلى مناقشة مستجدات القضايا العربية والإقليمية والدولية الراهنة كما بحث الوزراء تنسيق مواقف دول المجلس تجاه القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة